وقادي يا جماعة برنامج الاكسل اللي هو هفتحه قدامكو هيشتغل معايا مفيش فيه اي مشكلة زي ما انتو شايفين كده ولو جد دخلت هنا على كلمة فايل ونزلت تحت هنا على كلمة اكاونت هنلاقي اللي متسطب معنا هو مايكروسوفت اوفيس التي اسي سي بروفيشنال بلاس عشرين اربعة وعشرين بروفيو في الفيديو ده بقى همشي معاكو خطوة بخطوة براحة جدا وكمان همسح قدامكو برامج مايكروسوفت اوفيس كلها من على الجهاز وهبدأ احملها من الاول وجديد عشان الناس اللي ما قدرتش تحملها من مرة اللي فاتت وكمان هعلمكم ازاي نحول البرامج دي للغة العربية بس اهم حاجة معايا ما تفوتش ولا دقيقة في الفيديو وعلشان ما ضيعش وقتكو يلا بقى بينا نبدأ في الشرحة على طول في البداية كده هنقفل الاكسل او اي برنامج شغال معنا بعد كده بقى هنيجي نمسح برامج كلها من على الجهاز هننزل تحت هنا على قائمة وهنبتدي ندوس عليها بالشكل ده وبعد كده هنفتح بتاعتنا تمام بعد ما تفتح معنا بقى هنيجي هنا عند البرامج بتاعتنا اللي هي وهنبتدي ندوس عليها بالشكل ده تمام هيفتح لي بقى القائمة اللي انتو شايفينها قدامكم دي هنيجي في المكان ده كده يا جماعة بالزبط وهنبتدي نبحس على برامج مايكروسوفت اوفيس وليكن مسلا هنكتب كده عشان ده اللي انا مسطبه اهو يا جماعة ادي برامج الافيس اللي متسطب عندي على الجهاز هنبتدي نقف عليها بالشكل ده وبعد كده هيزهر لي تحت هنا كلمة هنبتدي ندس عليها بقى بالشكل ده عشان يمسح لي برامج الافيس كلها من على الجهاز تمام بعد كده هنأكد الرسالة اللي جات لنا هيبتدي بقى يا جماعة يتصار لي الرسالة دي ويقول لي هنبتدي ندس على كلمة تمام هيبتدي يمسح بقى البرامج كلها يا جماعة زي ما انتم شايفين هسيبه بقى لحد ما يخلص ويمسحل البرامج كلها من على الجهاز وهرجع لكم تاني بعد ما خلص بقى ومسحل برامج مايكروسوفت اوفيس كلها من على الجهاز وزي ما انتو شايفين كده ده شتي الاكسل اللي انا كنت فتحه من شوية مش شغال معايا اهو دي جي بقى للخطوة اللي بعد كده هنفتح اي متصفح عندنا عادي بعد كده بقى هنيجي في السيرش بوكس بتاعه هنكتب الكلمة دي اوفيس ديبلي من طول تمام بعد كده بقى هندوس على اول هايبر لينك معنا اللي هو ده يا جماعة هيفتح لنا الموقع الرسمة هو بتاع مايكروسوفت هننزل تحت هنا وندوس على كلمة داون لود عشان يبتدي يحمل لي الاداة من الموقع بتاعنا هندوس هنا على كلمة داون لود هتبتدي تحمل معايا اهي زي ما انتو شايفين بعد ما يخلص تحميل بقى هتلاقي الاداة نزلت عندك في الداون لودز على الجهاز هتجيبها هنا على الديسك توب نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده هنعمل ملف جديد هندوس على كليك يمين كده تمام بعد كده هنيجي هنا نعمل بالشكل ده كده يا جماعة وهنسميه مسلا عشرين اربعة وعشرين تمام بعد كده بقى هنيجي عند الاداة بتاعتنا وهنبتدي ندوس عليها كده بكليك يمين وبعد كده هندوس على كلمة اللي هي دي يا جماعة تمام بعد كده بقى هتجي لرسالة تأكيد هندوس على كلمة ياس تمام بعد كده بقى يفتح للمربع اللي انتو شايفينه ده هننزل تحت هنا عند كلمة click here وبعد كده هنحدد في المربع الصغير ده كده بعد كده هندوس على كلمة continue هيبتدي يفتح للمربع الصغير اللي انتوا شايفينه ده برضه هندوس هنا على كلمة تمام بعد كده هندوس على كلمة هيبتدي يفتح للملفات بتاعتنا هو هندوس هنا على الملف اللي هو عشرين اربعة وعشرين اللي احنا لسه عاملينه وبعد كده بقى هندوس على كلمة اوكي بعد كده بقى يظهر لنا رسالة الصغيرة دي هندوس على كلمة اوكي ولو جينا دخلنا على الملف بتاعنا هوا يا جماعة اللي احنا عملناها هنلاقي في ايكونتين ظهروا جواه. هنجي على الايكونة الاولى كده وهنعمل لها تمام وهنبتدي نمسح الكلام ده كله. اهو. تمام وهنسيب كلمة بس. تمام بعد كده هندوس انتر. نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. هنيجي عند الايكونة بتاعتنا اللي هي دي وهنبتدي نوقف عليها بالشكل ده وهندوس بالماوس بكليك ايمين. تمام بعد كده هننزل تحت هنا عند كلمة وهندوس على الاختيار التاني اللي هو ده يا جماعة. هيبتدي يفتح لنا الفايل ده كده هنيجي نقف هنا وهندوس على كنترول ايه هيبتدي يحددلي الكلام ده كله وهنمسح بالشكل ده كده يا جماعة. بعد كده بقى هنيجي في المكان الفاضي ده وهنحط الاكس ام ال اللي انتو شايفينه ده. تمام? وطبعا اللي عايز الاكس ام ال يقدر يكتب لي في الكومنتات وانا هبعته له على طول ما فيش اي مشكلة. بعد كده بقى هندوس على عشان نبتدي نحفظه. تمام? نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده هوركز فيها اقوى عشان الخطوة دي مهمة جدا. هننزل تحت هنا في السرش وهنقف عليها كده وهنكتب الكلمة دي. سي ام دي. هيبتدي يفتح لسي ام دي اهو زي ما انتو شايفين. هندوس هنا على كلمة واللي هي دي يا جماعة. تمام? هيبتدي يفتح لأهو سي ام دي زي ما انتو شايفين كده. بعد كده بقى اقف في المكان ده بالزبط وهكتب سي دي. تمام? بعد كده هنعمل مسافة بالمسطرة وهنطلع بقى فوق هنا عند الملف بتاعنا اللي احنا عملنا وهنقف هنا بالشكل ده في المكان ده كده بالزبط. واندوس عليه بكليك شمال بالماوس هيبتدي يحدد لي المصار بتاع الملف او. اخدو كنترول سي وبعد كده هرجع تاني بقى لسي ام دي بتاعنا وهحطو في المكان ده كده بعد كده بقى هندوس هتلاقيه فتح لك مسار جديد اهو. بعد كده بقى هتقف في المكان ده وهتكتب الكلمة دي اللي هي تمام? بعد ما تكتب كلمة يا جماعة هتعمل مسافة تمام? بعد كده هتعمل علامة العلة دي وهتكتب الكلمة دي اللي هي وبعد كده بقى هنعمل مسافة. وركز في اللي انا بعمله ده بالزبط وما تطلقبطش في حاجة فيه عشان مهم جدا. بعد كده بقى هنكتب الكلمة دي اللي هي سي او ان اف اي جي يو ار اي تي اي او ان. وبعد كده هنعمل ونكتب تمام? بعد ما تخلص بقى عايزك تتأكد انك كتبت الامر زي ما انا كتبه قدامك كده بالزبط. وبعد ما تتأكد بقى هتدوس على زرار الانتر وتستنى ثواني. اول ما تظهر لك بقى المربع ده كده معنى كده ان البرامج هتبتدي تتسطب معك. لحظات وهرجع لكو تاني اول ما نبدأ تحميل. وزي ما انتو شايفين كده يا جماعة ادي برامج كلها بدأت تتسطب معايا هي ما فيش فيها اي مشكلة. وطبعا لو انت النت عندك سريع مش هياخد وقت كبير جدا في التحميل. تمام? هيخلص بقى تحميل وهرجع لكو تاني عشان نشوف البرامج هتشتغل معانا ولا لا? وهكمان هنشوف ازاي هنقدر نحول البرامج دي للغة العربية. وبعد ما يخلص بقى تحميل خالص هتلاقي الرسالة دي ظهرت لك هيقول لك معنى كده ان البرامج بتاعت كلها تسطبت عندك على الجهاز. تعال بقى للخطوة اللي بعد كده هنشوف البرامج شغالة معانا ولا لا? هننزل تحت هنا على قائمة وهندوس عليها بالشكل ده. بعد كده هندور هنا على برنامج اهو يا جماعة البرنامج هنبتدي نفتحه زي ما انتم شايفين كده. تمام? وقادي البرنامج فتح معانا هو زي ما انتم شايفين. هننزل تحت هنا على كلمة وهنبتدي ندوس عليها بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين كده اللي متحمل معانا هو مايكروسوفت اوفيس التي اس سي بروفشنال بلاس عشرين اربعة وعشرين. بعد كده بقى هتنزل تحت هنا عند كلمة وهتدوس عليها بالشكل ده. بعد كده بقى هتحط اللي هو هيزهر قدامك ده دلوقت. تمام? طبعا لو انت اول مرة تحط فمش هيزهر لك الرسالة دي وهيتفعل معك على طول. بس عشان انا هنفعله قبل كده في الريد البرنامج شغال معايا ما فيش اي مشكلة. تمام? تعالى كده هنشوف البرنامج شغال ولا لأ? هنرجع تاني هوا دي البرنامج بتاع شغال معانا. ولو جينا فتحنا الاكسل له يا جماعة برنامج الاكسل شغال برضو معايا فيش اي مشكلة. كده بقى يبقى بقى لنا خطوة واحدة وهي ازاي هنحول البرامج دي للغة العربية. تمام? هننزل تحت هنا عند كلمة تمام? وهندوس عليها بالشكل ده وهننزل تحت نختار كلمة اللي هي دي. هيبتدي يفتح معانا الصفحة اللي انتم شايفينها قدامكم دي. هنيجي تحت هنا عند اللغة اللي هي وهندوس عليها بالشكل ده. تمام? بعد كده هندوس على كلمة هبتدي بقى يظهر لكل اللغات ايه زي ما انتم شايفين. هننزل تحت هنا ونختار اللغة العربية هنقف عليها بالشكل ده. بعد كده هندوس على عشان يبتدي يحملها لي. تمام? بعد يبتدي يحمل اللغة العربية هو زي ما انتم شايفين. هيخلص تحميل بقى وهرجع لكم تاني. وبعد ما خلص بقى تحميل اللغة ادي برنامج الاكسل لقدامك هوا يا جماعة تحول كله للغة العربية زي ما انتم شايفين كده. ولو جينا دخلنا على برنامج الورد هتلاحظ برضو ان هو هتغير كله للغة العربية. وعشان بقى تبدل بين اللغة العربية واللغة الانجليزية هتطلع هنا على كلمة ملف وهتبتدي تدوس عليها بالشكل ده. وهتنزل تحت خالص هنا على كلمة اكسر. تمام? بعد كده هتدوس هنا على كلمة خيارات. تمام? هيبتدي يفتح لك الخيارات دي كلها كده. هنجي هنا عند الاعدادات بتاعة اللغة وهنبتدي ندوس عليها بالشكل ده. هيظهر لك هوا يا جماعة ادي اللغة العربية معمولة على المفضلة. لو احنا عايزين نحولها للغة الانجليزية هننزل تحت كده على الانجليزية وهنبتدي ندوس عليها بالشكل ده. وبعد كده هندوس على كلمة تعيين كمفضلة عشان يحولها لي للغة الانجليزية تانية طبعا النسخة اللي نزلناها دي نسخة تجربية من شركة مايكروسوفت وممكن تخلص معنا النسخة دي في بداية السنة الجاية اللي هي عشرين خمسة وعشرين بس اي تحديث ان شاء الله الشركة هتنزله هكون متابع معاك و هنزلكو الشرح على طول كده يبقى احنا وصلنا للهات الحلقة بتاعتنا يا رب ناس كتير تكون استفادت والشرح يكون بطريقة بسيطة وعجبكم ولو فلا عجبكم ما تنسوش تعملولنا لايك وكومنت على الفيديو واشتراكوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد معنا